انا هقولك اللي انا متخيله و هسيبك تشرحي متخيل ان فيه صعوبات كبيرة جدا وجهتي كنت بتشتغلي صعوبات ازاي اقنع الاندية دي انها هتشتغل بشكل كويس صعوبات متعلقة بانه ازاي اتعامل مع اتحاد الكرة نفسه اللي انا موجودة فيه كعوده مجلس دارة انه يهتم جميعا بقرة القدم النسائية مجهود في الموضوع بتعناقل المباريات مجهود في ملاعب التدريبات مجهود في الاستداد مجهود في جدول متخيل و فيه مجهود كبير جدا يتعامل في اطارات كثيرة ممكن تشرحينا عشان الناس تعرف احنا ازاي وصلنا للمرحلة دي لو احنا هنتكلم عن الدوري كمسابقات اولا طبعا هي فعلا زي ما حد قلتك فيه صعوبات كتير او تحديات كبيرة قبلتنا احنا من ثلاث سنين من ساعة ما بقيت موجودة في المجلس واشتغلنا في المجلس بصراحة على الاهتمام بشكل قدم النسائية بشكل مسابقاتها كلها يعني احنا لو النهاردة بتقول لي حضرتك احنا نتكلم عن الدوري ممتاز بس لا انا عندي على فكرة مسابقة للدوري القسم الثاني عندي مسابقة للدوري القسم الثالث عندي مسابقات ناشئات 2006-2008-2009-2011 فده ما كانش موجود قبل كده فطبيعي ان انت بتقابل صعوبات وبتواجهك صعوبات كتير او تحديات وبتتخطاها في دور كبير لجنة المسابقات بالاتحاد المصر لكرت القدم بصراحة لان خلينا اقول وجود مسابقات كبيرة كتيرة بالشكل ده بيبقى عندك تحديات كتير بيبقى عندك مشاكل كتير لان ما فيش حاجة بتحصل كده يعني فيه ترتيب ليها وتحضير ليها من دي وان والحمد لله رب العالمين انا بالنسبة لي ان اشوف النجاح قدامي بنسى التعب اللي حصل وبنسى المجهود اللي حصل لان كمان كنت دايما بتكلم مع بناتنا في المنتخب هما نفسهم كبنات لعبات منتخب مصر وكانوا في اندية في مصر وغير المحترفات هما كان من ضمن احلامهم زيهم زي ان هما يشوفوا اندية جماهيرية في مصر زي اهلي وزمالك وان يشوفوا الدوري لمصري يبقى الاعلام مهتم بيه يشوفوا كمان ان الجماهير بتشجع كرة قدم النسائية في مصر احنا لعبات بنمثل مصر بنمثل اللعبة كرة القدم النسائية لينا حق لينا دور انتقدني على ادائي على مهارتي على تصرفي في الملعب بس لا تتيهالني يعني انا موجودة وده حقيقي الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا في الثلاث سنين ده دول في مجلس دارة الاتحاد ان احنا نثبت ان كرة القدم النسائية موجودة في مصر بالشكل اللي يليق بيها بنتطور كل سنة اللي قبلها وده طبعا طبيعي ان التطور بيجي تدريجي بشكل منتظم وده اهميته ان انت بتشتغل على استراتيجية وخطة فعلا طويلة المدى او قصرة المدى لها اهداف طويلة بعيدة وفيه اهداف بتبقى قريبة لك فالحمد لله تدرج طبيعي حصل لتعب ومجهود كبير قوي من الاول يوم لنا ففرحانة باللي بيجيب عشانة انت بتتكلم انك فرحانة انجاز حقيقي يعني ده احنا وبرده اللي احب بمفسوط لما يحس ان هو لمس الانجاز بس انا حاس برضو ان انت وكأنك مش عايزة تقولي انا عملت حياة كبيرة انا مش عايزة اقولي حجم المشاكل والازمات اللي وجهتني وبتقوليها بشكل عام انا عايزك تعرفي الجمهور كمان هو بفرج عنها الوقتي ايه الحاجات اللي وجهتوها يعني برضو الموضوع ما كانش بالساهل كده عشان برضو حد بفرج عنها تقولك اه تمام يعني عملتوا دوريات عملتوا دوري ناشئين ممكن فيه ناس جمهور عادي ما يفهمش حجم الصحابات اللي انتو تعملتوا معها انا بالنسبة لي استثقفت الكورت القدم النسائية في مصر واني يبقى فيه وعي وادراك ليها كلاعبة موجودة بشكل كبير قوي في مصرينها وان احنا موجودين فيه افريقيا ولينا دور وما ينفعش ان يبقى افريقيا كلها بتتطور في كورت القدم النسائية واحنا زي ما احنا محلك سر فبالتالي احنا بنشتغل على التطور ده من اول يوم عشان محلك سر احنا كنا بنتراجع ده حقيقي ما كناش موجودين اصلا في التصنيف الدولي وده وده كده هنتكلم في ده ولكن طبيعي نبقى عندك صعوبات صعوبات اعلام ما كانتش فيه اهتمام اعلامي ما كانتش فيه اهتمام جماهيري كان عندنا مشكلة كبيرة في التنمر الكتير قوي على لعبتنا ازاي بنت تلعب كورة ازاي بنت تكون موجودة بتلعب كورة في الملعب او 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 ولكن النهاردة في الفين اربعة وشرين احنا بنشتوف البنت بتلعب كورة مع الولاد يعني كان كتير قوي وحقي كمان ان احنا البنت في مصر عندها حرية ان هي تلعب كورة بحجابها او من غير حجابها احنا ما عندناش التزاق يعني ما بنلزمش بنت بحاجة هي كل المهمة ان هي رياضة مهمة قوي بالنسبة لنا ان هي تمارسها بقارية حية ودون الخروج على النطاق او الصياق المعهود بالنسبة ان احنا كمصريين يعني طبعا فبالتالي صعوبات اللي قابلتني مش سهلة ولكن الحمد لله تخطينا منها كتير وانا شايفة ان طبيعي ان انجح كل ما بقى فيه صعوبات تقبلنا طبيعي جدا ان احنا نتخطى هذه الصعوبات بالفكر والاستراتيجيات اللي حطينها وان احنا دايما يبقى عندنا حلول بديلة وخطط بي و سي عشان نقدر نكمل في التطوير ده والانجاز